اشتركوا في القناة مبدئية لأكثر من عشر دول أخرى العراق يكون رابع دولة أو خامس دولة يوقع على الإعلان العربي للإعلام وحرية الرأي والتعبير وهذه القضية التي نوقشت على مدى أكثر من عامين وقعت تونس ووقعت فلسطين ووقعت الأردن وإن شاء الله بلدنا العراق وإن شاء الله بقية البلدان العربية مهم أن لا تذهب حرية الصحافة باتجاه الفوضى وأن لا تصبح منابر للتعبير عن الطائفية البغيضة وخطاب الكراهية البغيض يجب أن نتأكد أن تشريعاتنا لا تسمح بذلك وهذا لا يعيب الحريات الصحفية ولا ينتقص منها واجبنا أن نتأكد أن الحريات الصحفية تخضع للصالح العام وهنا أشر المعنيون على أهمية الحرية المنضبطة خصوصا وإن المنطقة تواجه تهديدات إرهابية وهنا تترتب مسؤولية محاربة خطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية والخضوع للصالح العام وهو ما ينسجم مع الأسس المهنية الإعلامية مبادئ الحريات الإعلامية الأساسية يجب أن تصان في كل حال بما في ذلك في أوقات مثل حرب على الإرهاب ومواجهة التطرف يجب أن ننقذ الحريات الإعلامية دائما لأنها هي التي تعطي الضمانة من أجل أن يكون حق التعبير سلمي مفتوح للجميع هذا الإعلان يضمن حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة والسلام الإعلامية والوعي والتدابير الجنائية وحماية السمعة والخصوصية فضلا عن محاربة خطاب الكراهية والتعصب تعديل كل التشريعات التي لها علاقة بالعمل الإعلامي بما يساهم في إزالة العقبات وكل الثغرات الموجودة فيها بهدف تعزيز حرية الإعلام 16 مبدأ أساسيا لحرية التعبير والعمل الصحفي الحر ها هي الأردن تنضم إلى قافلة الدول العربية الموقعة على هذا الميثاق وهو إنجاز يسجل الاتحاد الصحفيين العرب الذي يتزعمه العراق من العاصمة الأردنية عمان زيد الطائي العراقية نيوز